أهلا بكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة طبعاً زي ما كنت بقول لكم من شوية احنا بأن فترة ما تكلمناش عن كرة القدم العالمية وآخر الأحداث والمستجدات فيها نظراً لانشغالنا بأمم أفريقيا ومونديال الأندية هنتكلم النهاردة عن كل هذه الملفات وكمان أكيد هنتكلم عن لقاء الأهلي ومصر المقصة مع ضفنا العزيز اللي بنوّرنا الأستاذ علي البحيري النقد الرياضي صباح الفل عليك أستاذ علي صباح الفل عليك أستاذ علي طيب تعالى نبتدي بالنهاردة وبماتش النهاردة الأهلي والمقصة وفكرة عودة الأهلي بقى للمباريات المحلية بعد مشاركات أممية وقارية وحاجات زي كتا يمكن زي ما حداك قلت فعلاً الأهلي النهاردة بيعود للبوطات المحلية في مصر يمكن آخر مباركة الأهلي وفيوتشر في ديسمبر الماضي يمكن تتعادل واحد واحد النادي الأهلي يمكن دي قوي مباركة النادي الأهلي محلية بعد 58 يوم غياب طبعاً مباراة مهمة لأن النادي الأهلي النهاردة لو كسب مصر المقصة هي بمتصدر الدوري فارغ نقطتنا عن بيراميز اللي هو متصدر حالياً طبعاً مباراة مهمة طبعاً نادي الأهلي طبعاً هي أفضل استعداد للنادي الأهلي قبل مبارات سان داونز المهمة يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات الدورة بطالة أفريقية طبعاً مستر بيتسو موسيماني يحط أهمية كبيرة لهذه المباراة اللي لو الأهلي كسب هتدخله للصدارة يعني متوقع أن موسيماني ممكن يدفع ببعض العناصر الشابة في الماتش دا أعتقد هيبقى النهاردة هيبقى صعب لأن ممكن كسر رابطة كان فيه فرصة أنه يجرب بعض اللاعبين الشباب أو الناشئين ممكن نلاقي النهاردة عنصر واحد لكن عناصر كتير في الشباب زي كسر رابطة هيبقى صعب الأهلي النهاردة بيبحث أنه يفوز النهار يسعي بس أنا كنت أصد فكرة أنه يدفع بناسه وخلاص عارفهم وعارف قدراتهم وإمكانياتهم مش لسه هيكتشف دا في الملعب لا زي ما حدك قلت مفيش طبعاً اكتشاف خلاص اكتشاف دا كان في كسر رابطة والعناصر اللي هو استقرر عليه الموجودة في الفرق الفترة الجاية سواء في دورة أبطال أفريقيا سواء في أي بطولة تانية لكن أنا بأعتقد أنه لو في عنصر أو اثنين ممكن يكونوا موجودين في التشكيل اللي هو استقرر عليه قبل كده لكن هو الأهلي طبعاً يلعب بالتشكيل الأساسي مع طبعاً الغيابات اللي موجودة أنه طبعاً الأهلي بيبحث عن استدارة النهاردة قدام مصر المقصة وطبعاً بيبحث أن بعد التعادل بتاع ماتش الهليس ودانية دورة أبطال أفريقيا بيبحث عن استعادة الانتصارات بعد كسعام الأندية وأنه تمان يخش في الجو قبل ماتش الساندونز فكرة أن النادي الأهلي بيلعب لقاءات محلية ودولية وأفريقية فيه هرس ومطحنة حصلة بيدفع تماناً طبعاً اللعيبة وده قدرهم احنا دايماً بيقول ده قدر لعيبة النادي الأهلي بحكم أنهما لعيبة في النادي الأهلي معناها أنهما لازم هيشاركوا في كل البطولات المتاحة والمتوفرة هل بتحس أن فيه فروقات فيه مش هقولك حتى الأداء هقولك الشكل العام للفريق محلياً عن لما بيكون مثلاً في المونديال الأندية أو في أي فعالية رياضية تانية أعتقد طبعاً زي ما حدك قلت كلام صح يمكن قدر النادي الأهلي أنه بيلعب في أكثر من البطولة وكمان لعيبته في منتخب مصر أو منتخبات المختلفة طبعاً ده بيقصة طبعاً على مستوى الفريق في بعض البطولات لكن لو قلنا ليه ممكن نشوف أن النادي الأهلي في الدوري مستوى مختلف عن كاس عاملة أندية ودر بطولة أفريقيا كل بطولة لها يعني منافستها لها برضو قوتها لها صراحة يمكن في الدوري برضو الفرق كلها بتلعب بالدافع قدام النادي الأهلي بتلعب نادي كبير زي نادي الأهلي فممكن نشوف أن بتختلف شوية الفرقات في المنافسة بين الدوري من دورة أبطال أفريقيا أو دور الأبطال أو أي بطولة فأعتقد أن فيه اختلافات طبعاً في الأداء لكن طبعاً النادي الأهلي بيلعب في كل بطولات بيعايز يكسب أي مباراة ما بيحبش طبعاً أنه يتعادل أو يخسر فهو هدفه دايماً نلفوس في أي مباراة لكن طبعاً بتختلف من كل بطولة أخرى بتختلف الفريق اللي هيواجهه كمان ممكن تكون بتلاقي الفريق أنت مش عارف وهو مش عارفك فممكن تلعب مع أم مباراة كويس لكن فريق حافزك وبيلعب قدامك عارف أقفل عليك إزاي فأعتقد ده بيفر طبعاً في الأداء بين أي مباراة طيب دلوقتي أي فريق أياً كان مين هو لما بيلعب ماتش مع الأهلي بتلاقي اللعيبة توحشت كده لأن دي طبعاً بالنسبة لهم فرصة عظيمة لأنه هيتشافوا جداً وكل واحد بيحاول يقدم أجمل وأقوى ما عنده والاعتبارات كتير والأسباب كتير بيعملوا كده لكن في حال مصر المقصة المقصة ما نقدرش ننكر أنه هو في الفترة الأخيرة بيعاني من سوء النتائج إلى حد البير يعني شاهدنا مدربه تامر مصطفى مؤخراً وفي واحدة من تصريحاته بيقول أنه هو هدف رئيسي بالنسبة له قال بقاء في الدوري طبعاً الفرق كبير والهوى كبيرة ما بين الأهلي والمقصة ولكن ده يخلي دافع قوي جداً موجود عند الجهاز الفني واللعيبة عند مصر المقصة أنه هم لازم يثبتوا نفسهم في أرضية الملعب فماتش زي بتاع النهاردة ده أكيد هيصعب المهمة على لعيب للنادي الأهلي شايف الدافع لما يكون كبير قوي مع فريق ممكن يبقى مش عايز أقول يائس أو بيصارع من أجل البقاء في الدوري بس وإن كان هو كده فعلاً ده الحال يعني المتشاطة اللي بالنوعية دي بتكون عاملة زي على لعيب للنادي الأهلي بتكون صعبة طبعاً يمكن انت بتلاعب فريق بيصارع أو عنده مشكلة في الجدول أو نتائجه مش كويسة ومغير مدير فني طبعاً بيبقى تدافع عند اللعيبة ومدير الفني جديد نوع عايز اكسب نادة الأهلي أو عاوز يعمل نتائج كبيرة عشان يقول أنا هو وبرضو يعني يقدم أوراق اعتماده طبعاً مع الجماهير فأعتقد أن المباراة تبقى صعبة بس نادة الأهلي برضو عنده دافع أنه عاوز يرجع للانتصارات المحلية والانتصار بعد مواتش الهلال بعد التعدل مواتش الهلال لازم يرجع للانتصارات المحلية عشان كمان يتصدر الدوري ويبقى مستقر شوية في جدول الدوري قبل ما يلعب مواتش سنداونز اللي هو يبحث فيه برضو عن الانتصار في دور المجموعة الدارة عبطال أفريق فأكيد طبعاً مباراة صعبة حلو تعالي روح بقى نحاوت كده على المنتخب وتقولي رؤيتك لللي حاصل وآخر فترة المنتخب شفنا أن فيه تغيير ملحوظ يعني سواء فيه توجيهات وتصريحات كارلوس كيروش وفيه الشكل العام اللي كان مفقود لفترة شايف المنتخب ماشي بخطوات ثابتة تطمنك أنت شخصياً على ماتشين السنغال مثلاً اللي جايد يمكن لو تكلمنا عن كاس العرب الدنيا ما كادش مطمئن وما كادش الجامير كلها ملتفح على المنتخب لكن الصراحة كاسبهم الأفريقية بالذات من بعد دور المجموعة وفيه شتين بالذات كده كارلوس كيروش أثبت أنهم مدرب كبير منتخب مصر عمل بطولة عظيمة جداً وأكتر من لاعب كانوا فعلاً هم نجوم البطولة ومش عاوزين نقول أسماء لكن منتخب كله كان فعلاً منتخب رجالة وممكن منتخب قسر في الآخر ضربات جزاء قدام السنغال في النهاي لكن قدم بطولة لاعب فيها أربعة إكسترا تايم بطولة طبعاً عمر راح في تاريخ أفريقيا فأعتقد أن منتخب مصر عنده عناصر قوية واخسارة بطولة مش هي نهاية المطاف منتخب مصر منتخب كبير اسمه في أفريقيا سعى بطلات أفريقيا فهو منتخب عظيم فأعتقد أننا الفترة اللي فاتت دي كيروش أثبت أنهم مدرب كبير عارف يلم اللايب عارف يلم الشعب المصر حواليه كمان تصرحته الأخيرة هو في الجزء الأول من توليه هو عرف يلب الشعب المصري برضو كله بس كله كان ملموم إيه مش عاجبه بس كان فيه انتقاد للأداء كان الشعب كله بيبارتها لكن بعد كده الدنيا زبطت دلوقتي بقى أداء ونتيجة أداء ونتيجة وكمان فيه التفاف شقعبي من الجماهير وحتى من الإعلام على كارلس كيروش تصرحته حتى الأخيرة الإعلام حتى تقبلها لأن هي بقت عقلانية شوية لأن الأول كان فيه كلام يتقال عليه مستفز يعني يتقال عليه بياس يعني مستفز للشعب أو أن هو مش عارف هو بيدرب من يعني كان نوع وكواليتي التصريحات اللي قالها في الجزء الأولاني من فتر التوليه كفيلة بأن هي تشككك حتى في تاريخه اللي المفروض أنه هو تاريخ عظيم هي لا هي مش كده هو عارف هو بيدرب من كويس وعارف هو بيدرب بطل أفريقيا هو مهمته أنه يأخذ كاسهم أفريقيا ويدأهل كاس العالم بس ده كارلس كيروش ده مدرّ بورتغالي هي دي مدرسة بورتغالية في أي مدرّف في العالم أحدك شفت أي مدرّف في العالم مانو الجوزيف في الناد الأهلي دي شخصيته جوزيم مورينيو طبعا مدرّب عظيم المدرسة بورتغالية دايما هي مدرسة كده كل واحد فيه على حده كان يعني رمى بياض زي ما بيقول بيين أمارة هو لازم بيبقى فيه تصرحات كده وتصرحات كده فيه احتوائي تصرحات احتوائية وتصرحات هي أنا كده أنا بغير هو ما كارلس كروش حد عارف تشكيله حد عارف ممكن يجيب مين قدام مطشل السنغال ممكن يحصل تغييرات في القائمة ممكن للاقي بك دي بتخش المنتخب مصر عب مطشل السنغال هو ده كارلس كروش بس في الأول في الآخر هو بيزبط نوم دارب كبير أداء منتخب مصر كاسم أفريقية كان ياخده بطولة احنا كنا نستحق بطولة أطبع منتخب السنغال منتخب قوي وعناصر خبام ترخل أخرى كيف حدثت معهم في رأيك؟ لا صعبة جدا يمكن هنا وهناك طبعا هي ٢٥٩ ٢٩ بعد عودة الدوري وبعد المحترفين بالعودة في أوروبا الإجهات أيضا اللي حصل الفترة اللي فاتت مع المشاركات سواء لعيبة الأهل اللي عيبة الزمالي في دارة أبطال أفريقيا مع الدوري طبعا أعتقد المباراعة تبقى صعبة جدا لكن حضور الجماهير هنا في صاد القاهرة إن شاء الله لما إن شاء الله يبقى حضور جماهير كبير مع التفاف الإعلام وكل الناس والجماهير على كارلس كيروشو على منتخب مصر ودعمه في الفترة الجاية دي أعتقد إن احنا لازم نعمل مباراة كبيرة هنا في القاهرة ولازم نكسب هنا بأكثر من هدف عشان تساعد هنا مأمورية في مطش القياب في دكار طيب تعال بقى نروح لحتة تانية خالص ودوري أبطال أوروبا وبقى إن شوية حلوية ما اتكلمناش في الملف ده تعالي نبتدي من مطشات النهاردة البداية هتكون مع فيا ريال ويوبانتوس خصوصا إن هو في الفترة الأخيرة ماشي بخطوات يعني بعافية إلى حد دوري مهتزة شوية في الدوري مهتزة شوية في الدوري وفي المقابل نحن نتكلم على فريق اللي حصل على اللقب بالموسم اللي فاته والنسخة اللي فاتت فاللقاء ده حيكون عامل إزاي برضو في رأيك يمكن زي ما حداك قلت يوفينتوس الفترة اللي فاتت بـ يعني نتائج مهتزة شوية في الدوري إيطالي بمركز الرابع وطبعا يمكن الصراع سلاسي بين إنتر ميلان وميلان وإنتر ميلان ونابولي يمكن التقارب في النقط يمكن هو بس يوفينتوس اللي بعيد شوية عن المنافسة فطبعا ده مأثر جدا لكن في الأول في الآخر يوفينتوس فريق كبير فريق برضو بطل أوروبا وفريق برضو من أقوى الفرق في أوروبا يمكن أكيد طبعا هيبقى ماتش كويس قدام فيا ريال وماتش كوي طبعا وهم طبعا عايزين يستايدوا النتائج أو الانتصارات قدام فيا ريال لكن فيا ريال فريق كوي بطل الدور الأوروبي السنة الفاتت فريق طبعا يعني قوي جدا وكمان عنده استقرار شوية في الدور الأسبانيا السنة دي في النتائج فمبارا صعبة جدا وعلى أرض فيا ريال فطبعا مبارا صعبة جدا على يوفينتوس لكن في الأول في آخر دي كل القدم يوفينتوس فريق كبير وفيا ريال أثبت أنهم فريق كبير وخاد الدور الأوروبي فتبعا مبارا صعبة جدا على ذكر الفرق الكبيرة كمان في ماتش مهم تاني ليل الفرنسي مع تشلسي وطبعاً يعني مش بحتاجين نتكلم عن شلسي وحجم الثقل اللي في الفريق ده بمدربه اللي يعتبر واحد من أهم مدربي كرة القدم على مستوى العالم كله بحارس مرماء الأهم على مستوى العالم كله حدوتة معاك هتيبة حاجة يعني مفيش أقوى من كده فمتخيل اللقاء ده حيكون ازاي او المبارات دي حتكون مماشية ازاي وخصوصاً ان الطرف التاني فيها ليل فليل الفرنسي بأن حتى كتير اسمه مش بيتقال يمكن زي محددك قلت تشيلسي بطل أوروبا عنده إدوارد مندي حائس السنغال هو أفضل حارس وبطل كاس العالم للأندية وبطل أفريقيا وكمان هو أحسن حارس وبطل السوبر الأوروبي بطل كل كل يعني تشيلسي خادر السنفات وكمان مدربه أفضل مدرب في العالم تخل من الفيفا فأعتقد أنه عنده عناصر كتير جداً يعني هم فعلاً أفضل عناصر الموجودة الوقتي في إنجلترا فأعتقد أن تشيلسي قادر أنه يتخطى يمكن ليل برضو فريق مش مش هنددر أقول أنه فريق سهل أنه برضو فريق عريقو في الدوري الفرنسي والسنة دي ليه تاريخ ده فريق تاريخي وعلى فكرة برضو كان فيه تصريحات كتيرة من عناصر من الفريق ده بيكلموا على أن هم هدفهم وأن هم لا الليلة مش هينفع تستمر عند باريس سان جرمان وإحنا موجودين بالضبط ما معناه يعني؟ أول ليل برضو فريق عريقو وفي نفس الوقت نتائجه السنة دي في الدوري الفرنسي كويسة ماشي خوب طبعا هم طبعا عندهم دلوقتي زي نمكن نقول عندهم ناحية إيجابية قبل المباراة لسه كذبين في الدوري الفرنسي فهم أكيد برضو وعندهم يعني قدروا أنهم يلعبوا مطش كبير قدام تشيلسي لكن في الأخير خبرة خبرة تشيلسي وعناصر تشيلسي والجهزين اللي هم فيها حتى لو في نتائج محتزة شوية في الدوري الإنجليزي يمكن اللي بينافس طبعا السيتي وليفربول ويأتي بعدهم ممكن تشيلسي لكن أنا بقا شايف أن المباراة بالنسبة لتشيلسي ممكن ما تكونش سهلة لأن بيلعبوا كمان قدام لي اللي هو برضو عامل نتائج كويسة في الدوري الفرنسي طب تعالبا نخش على مطشات بكرا وعليك خير نعيشنا وكلنا عمر برضو بكرا في لقاء يهم ناس كتير جدا هم يتبعوه أتلتكو مدريد مع منشستر سيتي يعني برضو شايف ان الماتش ده حيكون عامل ازاي ويعني رونالدو بقى كريستيانو رونالدو اللي زيه مع الفارق زيه زي ماسي كل واحد فيهم في ناديل جديد مش بنفس التقلق ووضح عليهم وعلى تعبيرات وشهوم في كتير جدا من اللقطات ان هم مش مبسوطين وانهم حسوا ان هم تصراعوا في القرار اللي خدوا ده يمكن زي ما حدك قلت هو كريستيانو رونالدو طبعا دي مباراة سقرية بينه بين دياجو سيميوني المدير الفني لكتسكو مدريد ودائما مباريات اللي بلعب فيها رونالدو ده ده ما تكون مدريبت ومبارات صعبة مع اي فريق بلعب سواء مع يوفينتو سواء مع ريال مدريد سواء دلوقتي مع منشستو نايتت فهو اكيد مباراة كبيرة جدا ومباراة قوية جدا وعتمام من امتع المباراة في دور الابطال يمكن زي ما حدك قلت رونالدو مش لعي نفسه في منشستر الفريق مش مساعده زي ما ميسي مش لقى نفسه في فريس سان جرمان يمكن برضو منشستر غير مدرب غير سولسكاير وجاب رانجينيك كان فيه كلام الفترة الاخيرة وانت قادرة مني بكتير عني كريسيانو رونالدو بتانا يتكلم بشكل صريح مع كابتن الفريق الشارع اللي انت لابسها دي انت غير جدير بها وانا الأحق كرام ده اتقال يعني انا ما يعرفش بصراحة ممكن يكون ده ايه صحيته بس انا لو بتكلم كرونالدو أغلب منشستر قائد منشستر نياتيد من أعزم لاابقة في العالم كله في كورة القدم يمكن هو مش له نفسها في منشستر الفريق مش مساعده تغير الجهاز الفني باللعيبة لماذا الفريق مش مساعده؟ النتائج مش كويسة اللعيبة اللي موجودة مش هي تقدر تشيل منشستر نياتيد lysه لنشستر نياتيد عايز أحليل تجديد ثاني وعوز عناصر قوية تستطيع تشيله يعني الصفقات الموجودة مش هي اللي تشيل فريق كبير زي ما اشتر عريق في الدورة المنازية ايه بس فريق مع حد زي كريستيانو رونالدو يعني دي املة كبيرة يعني المفروض يبقى وضع الفريق ونتيجه واداءه اصبت مليون مرة مما هو عليه فده مش حاصل وبالتالي افقدنا وافقد ناس كتير جدا متعة مشاهدة فريق كنا متخيلين ان كل لقاءاته وكل ماتشاته هتبقى ضرب نار ولقينا انه مش بالضرورة ممكن اقول ان رونالدو برضو كبر وبرضو كبر فريق مش مساعده ده برضو مش زي زمان كان بيلعب في فرق حتى لو هو معهوش فريق بس هو رونالدو بلقتي برضو رونالدو كبر حتى لو هو لسه موهوب ولسه لعب عظيم بس برضو ما عندوش هو بيببر اوستاذ لا لا ما بيببرش اوستاذ زي حدنا بنيببر وهو زي ما هو بحطة اليد خلينا نقف عند النقطة دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تفضل اهلا بيكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضفنا كتير من التفاصيل المتعلقة بالنادي الاهلي والمنتخب ودخلنا كمان على الدوريات الاوروبية المختلفة ودوري ابطال اوروبا بس قبل ما نكمل كلامنا في الدوريات الاوروبية وستاذ علي بعد اذنك عايزين نقف عند تفصيلة كده ليها علاقة بالعقود وتجديد العقود لان في الفترة الاخيرة يعني هنكلم عن شخصين كل واحد فيهم على حدة في مكانه وفي موقعه يعني بيتسو موسيمان بقينا نسمع في الفترة الاخيرة لغط كتير قوي حوالين هو مكمل مش مكمل هو معانا مش معانا طب دراجي العامل كل النتائج اللي تخليه اكيد يبقى معانا وفي ناس تانية تطلع اصوات يعني بتشكك في هذا الامر ده من ناحية ومن ناحية تانية محمد صلاح ويتجديد عقده مع ليفر فول وبرضو كلام اللي تقال بتاع انه طلباته المادية قد تكون اكبر من قدرات النادي وما بتاني ما يقدرواش ينفذوها ففي قلق في الحتة دي تعالي نبتدي بيتسو موسيماني وخصوصا ان هو كمان مؤخرا كان ليه تصريح بيقول من خلاله يعني ما معناه ان انا لو ما جددتش عقدي مع النادي الاهلي هكون متفاجئ واي حد هيجي مكاني اكيد حبقى قال برضو ما معناه ان انا حقق يعني حقليه فكر بصوت عالي ايه البطولات اللي ممكن تفوز بيها عشان تضمن ان هم يجددوا لك فايه بقى اللي حاصل في الحتة دي هو يمكن زي ما حدك قلت كان فيه فترة من الشد والجاز من تصريحات موسيماني للصحافة الجنوب الافريقية وحتى كمان في مؤتمر صحفي بعد احدى مباراة الدوري عن تجديد العقد وعن كلام ان هو مش عارف هيجدد عقد وامتى وكان الراجل عايز يعرف او يحسم يعني موضواتك دي العقد قبل السفر كاس عامل الاندية يمكن الفترة دي كانت فيها شد وجذب كتير جدا لكن انا بقول له حضرتك دلوقتي افقا لمصدر الاجنبية وحتى كمان مصدر هنا في النادي الاهلي ان خلاص تجديد العقد بتاع موسيماني اتحسم اتجديد له موسيمين قابل لتجديد لي كمان لمسم اخر هياخد 200 الف دولار في الشهر في العقد الجديد وفي شهر تجزاء ستة شهور من قيمة العقد ده بنسبة كبيرة بعد النجاحات الكتيرة الحقامة النادي الاهلي اتنين دور ابطالة افريقيا اتنين برونزايا موديال اندية اتنين كاس سوبر افريقي كاس مصري وكاس سوبر مصري وكمان الدوري المصري اللي هو يكمله بعد فيلر فموسيماني الموضوع انتهى خلاص كل هو داتي في فترة استقرار وهيتعلن عن موضوعاتك دير عدة خلال ايام ان شاء الله عشان النادي الاهلي هيكمل في المبارة بتاع حلو خش بينا بقى علمو صلاح حمد صلاح طبعا يمكن افضل لعب في العالم واندلوقتي بيقدم مستوى اكتر من رائع حمد صلاح تطور كتير جدا بيقدم كورة حلوة باهداف ممتعة اركام قياسية اصبح من اللعبين الاساطير في نادي ليفر بول وفي الدور الانجليزي وفعلا من افضل لابة العالم ومنوجة ناصر وافضل لها في العالم حاليا بالمستوى اللي بقدمه على ارض الملعب وكمان عقليته خارج الملعب محمد صلاح قدم او رائع اعتماده مع ليفر بول وفي كورة القدم العالمية هو اصبح النجم الاوحد في الدور الانجليزي وفي نادي كبير زي ليفر بول موضوات جديد العاد طبعا فيه كلام كتير جدا في الصحافة الانجليزية وكمان من نسبة كمان لوكيل محمد صلاح محمد صلاح طبعا نجم كبير وبيتعامل انه نجم كبير في ليفر بول وطبيعي انه يطلب طلب انه يبقى راتب وراتب عالي ويمكن اكبر راتب الفريق في ليفر بول وده حق وهو قدم كل حاجة للنادي وخد بطولات مع النادي وحق اركم كاسية الجماهير بتاعش اناك بتسميه الملك المصري جيبشين كينج فاعتقد ان محمد صلاح اي طلب يطلب من ليفر بول هو حقه المشروع وطبيعي انه يدور على مصطحته لانه عمل كل حاجة مع النادي ومأثرش في اي حاجة وانا شايف ان الموضوات جديدة العادة ده هو طبعا فيه شد وجذب بس انا شايف ان ليفر بول ما يقدرش يسلم محمد صلاح ما يقدرش يفرد في لعيب بقيمة محمد صلاح اللي هو فعلا دلوقتي هو النجم الاوحد في النادي فانا شايف انه من قسطير النادي وانه حتى المسؤولين على النادي او ادارة النادي هتبحث موضوع محمد صلاح وانهما يجددوا العاد فاقرب وقت ممكن اه بس انا اصدر الفريق مش ممكن وانا هنا مش بكلم على ليفر بول ولا على محمد صلاح انا بكلم على المبدأ ذات نفسه مش وارد ان ليبقى فيه لعيب مولى على الدنيا بالمعنى الحرفي يعني مكسر الدنيا وبالتالي وبموجب اللي هو عامله ده وكواليتي اداءه بيطلب زيادة في الراتب مثلا والنادي حبه جدا والودودود يديله بس هو ما عندوش وده حصل في الفترة الاخيرة مع اكتر من اللاعب فاكتر من نادي لحية فبيبقى الوضع عامل ازاي في حالة زي كده يعني فيه ناس بتبقى مرتبط ارتباط وثيق بناديها اللي هي فعلا اللي امعت من خلاله وده اللي خلى حد زي كريستيان ورونالدو وميسي كل واحد فيهم على حدة بيدفع التمن بعد ما ساب مكانه الحزبة بالنسبة لللاعب بتبقى ماشي ازاي هل هل انا اللي فاضلي في الوقت في الملاعب مش كتير فبالتالي لازم اخد يعني القدر الاكبر من الاموال يعني بتحسب ازاي يمكن زي ما حدلك قلت كنت لسه اقول لك ابرز مثال ليونيل ميسي وليونيل ميسي حد كان يتخيل انه يمشي من بارشون يروح باريس سان جرمان يمكن مشكلة في العقد والفلوس وان بارشون مادرش يوفر والدرائب وعندوا شواية حلوين برضو بالضبط فجأة لان ريونيل ميسي بيلاع في باريس سان جرمان يمكن هوا دي كتصفقة تاريخية زي رونالدو ما مشي من ريال مدريد ورح يوفينتوس وبعد كامل من يوفينتوس رح على مانشستر نايتد حلش كان يتخيل انه يرجع مانشستر حلش يتخيل انه يمشي من ريال مدريد يروح يوفينتوس طبعا هي في الاول اخر النجوم ممكن مش نكلم على ليب السورة هنتكلم عن النجوم هو برضو فيه عوامل كتيرة جدا بتخيل اللعب يمشي من نادي حتى اللعب اللي هو فيه ارتباط وصيق غير الفلوس فيه عوامل تسويقية فيه عوامل نفسية فيه كل حاجة يعني كل حاجة في الكرة وردة محمد صلاح انا من وجهة ناصر شايف انه هيجدد من الورد ما يجددش ورد ان ليفربول انا اعتقد ان نسخة محمد صلاح في ليفربول صعبة الكرار في اينا دي تاني الكيميستري بتاعت محمد صلاح اللي لقاها في ليفربول يعني ينطبق عليه نفس الكلام اللي ينطبق على كريسيان ارنالدو وميسي لما سابوا فرقهم الاصلي حدك شفت كريسيان ارنالدو في منشيطة الهدى كريسيان ارنالدو حدك شفت ميسي في باريس سان جرمان هو ده ميسي وافضل لها في العالم ولكن لحد دلوقتي ميسي مقدمش اوراق اعتماده مع باريس سان جرمان ملقاش نفسه معاني مع ان الفريق مليء بالنجوه هل النوع ده من الخطوات اللي اتضح في نهاية المطاف ان هي خطيئة ولم تؤتي ثمارها بالنسبة للعالم هل وارد تداركها يعني ممكن الغلطة تتصلح ممكن للكسر يتصلح ويرجع كل نجم فيهم لموطنه الاصلي وموقعه الاصلي لو في سن صغير ممكن في سن كبير صعب يعني انا ما اعتقدتش ان ميسي ممكن بعد كايس سيبري سيبريتس موليجي انا رجع شوناتيني حتي لو بيختم حياته يعني انا مان رجع ممكن درونالدو رجع ما تشناده بدأ فيه كان نجوميه في الاول قبل ريال مدني طبعا اللي هو طبعا الغذره لا ازهر في حياته لكن هو في الاخر رجع ما تشناده يعني يا برضى محمد صلاح انا شايف ان هو لازم يكمل في الدورة الإنجليزية يجب أن يكمل في نادي مثل ليفر بول أو يعلق أيضاً. يمكن أن يذهب إلى نادي حمد صلاح. أنا أرى أن حمد صلاح يكمل في الدورة الإنجليزية. لكن خطوة أخرى ليفر بول بالإنجاز والأرقام التي حققها مع ليفر بول ستكون صعبة. إذا أردت في نادي الزياريما في الدور الأسباني، الدور الأسباني بتشكيلة ريال مدريد بالعناصر بطريقة اللعبة لأنك ممكن أن تساعد محمد صلاح. حمد صلاح لقى نفسه في الدورة الإنجليزية. جماهرياً، تسويقياً، فنياً مع مدرب عظيم مثل يورجن كلوب. فأنا أرى أن محمد صلاح يجب أن يكون في الدورة الإنجليزية طبعاً هو مضامج بإيده. هو في الأول في الأخير يبحث عن مصلحته. وهو قدم طلباته في نادي وفق عليها أو لا. لكن أنا أرى أن محمد صلاح من الأفضل لأنه يبقى في نادي كبير مثل ليفر بول أو على الأقل في الدورة الإنجليزية. ممكن إرادة اللاعب أو اللاعب النجم يعني. وأنا برضو مش بتكلم على محمد صلاح. يتم على الفكرة أو المبدأ ذات نفسه. هل ممكن إرادة النجم تتعرض مع إرادة مدير أعماله بس الغالبة تكون لمدير أعماله؟ أعتقد أن في الأول في الأخير هو اللاعب. هو قرار اللاعب. موجود مدير أعمال ممكن يؤثر على اللاعب. لكن في الأخير قرار وكيل الأعمال عن اللاعب لا يحدث. هو اللاعب في الأخير هو بدي كراره النهاية الوكيل الأعمال يتفوض مع كذا أو أنا ها أذهب كذا. حلاص هو اللاعب الذي يقرر. بعدين أنا شايف أن محمد صلاح مع وكيل رامي عباس في تفاهم كبير جداً في سنة فات وعملوا إنجازات كبيرة مع بعض خالت محمد صلاح النجم الأوحد في ليفربول وفي الدورة الإنجليزية ولوأتي من أغنى لعبت العالم ومتنقى أفضل لعبت العالم يعني في البالوندور عطول مرشح وإننا بالمناسبة ليه ما عندناش 35 محمد صلاح منتشرين في إنحاء العالم فرق العقلية حتك شفت لعندنا كزا محترف في الدوريات دلوقتي في حد زي محمد صلاح؟ لا محمد صلاح هو لعيب مختلف موهبته إصراره بدأ من زمان من نادي مقاولين عرب الصفر اللي كان بيسافره الموهبة اللي عنده العظيمة إصراره تغير عقليته محمد صلاح بدأت قدرته على التأقلم والاندماج قدرته على التطور والتطوير من بازل من فرنتينا من روما لنادي زي ليفربول وقعب لها كانت شيلسي فترة مش موفقة في الدوري إنجليزي لكن لما موفقش في 2014 في شيلسي ليفربول بقى أهم من العيب في الدوري إنجلي ومن أهم من العيب في العالم طب إحنا في الفترة الأخيرة بقى فيه اهتمام من الدولة ذات نفسها بفكرة ومبدأ صناعة الأبطال في رياضات مختلفة وإحنا منتكلم أن إحنا بلدنا فيها أكتر من 100 مليون برهاد وكرة القدم مش محتاجة أقولك إلى أي درجة هي رياضة شعبية وكل بيمارسها فليه ما نصنعش محمد صلاح تاني وتالت وعاشر وعشرين ليه ما يبقاش فيه يعني مع الفرق النفس في شغل الكشفين بتوع زمان بلدنا مليانة مواهب يعني نهيك عن اللوهب بالفعل موجودين في النوادي هل ده ممكن يتعامل في يوم الأيام؟ أكيد طبعاً ودائمك إن وزارة رياضة بتقوم بي إنهم يكتشفوا المواهب سواء من المركز الشباب أو حتى من المحافظات ويعمل من مشروع الموهوبين اللي هو المفروض أن يكون فيه أكتر من محمد صلاح لكن أنا شايف قبل ما تدور على المواهبة دور على العقلية إزاي إنك تخلي اللعيب متعلم وعنده عقلية وطموحه بلا حدود زي محمد صلاح قبل ما يكون لعيب موهوب أنا ممكن ألاقي لعيب موهوب وخصر نفسه بكرارات يعني أنا شايف أن رمضان صبحي كان ممكن يبقى من أهم لعيبة مصر في الفترة اللي فاتت دي لكن للأسف إنه راح الدور نجيزي محققاش حاجة ورجع لعب تاني في الأهلي وبعد كده في بيراميدز ما قادرش حاجة معينه لعيب لسنه صغير وعيب مهاري رائع ليه بالزبط وإزاي محدد يقول لعيب كويس أنا شايف لعيب صحيح من أهم لعيبة مصر وكان فترة من الفترات هو أحسن لعيب في مصر وكان ينادي الأهلي بطلت الدوري لربطر أفريقيا لكن أنا شايف إن محمد صلاح لعيب مختلف لعيب فعلا بيجي كل مئة سنة مرة هو لعيب في الدور الإنجليزي أو في مصر حتى لعيب مختلف عقليته مختلفة قدر يطور نفسه قدر يلعب على كل حاجة في نفسه قدر يطور عقليته وقدر يطور مهاراته إنه يبقى من أهم اللعيبة ومش بس يعني لعيب عادي لعيب خيش مفيش زر تشك يا أستاذ علي أن محمد صلاح بيمثل ظاهرة كروية ما بتتكررش كتير أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة نورتنا وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات جاية شكرا بنا خلقاتكم وإنا كمان شرفتوا حضرتكم بشكرك بشكرك مشاهدينا في كل مكان وإن شاء الله يتجدد اللقاء بيكم بكرة قبل دلوقتي بساعتين يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي صباحا كل